اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى يوم الدين وبعد فان الغفلة داء عضال ينسي الانسان المهمة التي خلق من اجلها وهي عبادة الله سبحانه واعمار الارض يقول تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ويقول عز وجل هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها لذلك حذر الحق سبحانه بني الانسان من الغفلة منذ ان كانوا في اعلم الذر حيث يقول سبحانه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة اننا كنا عن هذا غافلين وقد حذر الحق سبحانه من الغفلة والغافلين فقال سبحانه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقال عز وجل ويوم يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا واهل الغفلة لا ينتفعون بالجوارح التي جعلها الله سببا للهداية والعلم والفهم فقلوبهم لا تعي الحق وعيونهم لا تبصر آيات ربهم المنظورة والمستورة وآذانهم لا تسمع ما ينفع من أمور الدين والدنيا يقول سبحانه ولقد ذرأن لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ويقول سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ويقول تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وقد توعد الحق سبحانه الغافلين في الآخرة بالعذاب الأليم حيث يقول سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ويقول تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ويقول سبحانه واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين أما علاج الغفلة فيكون بذكر الله تعالى وقراءة القرآن والإكثار من عمل الصالحات فبذلك تزول الغفلة وتحيا القلوب وتزكى الأرواح يقول سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة وذون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ويقول تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين والمؤمن الحق ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين على العاقل أن يتيقظ لما يجب عليه من أمور دينه ودنياه لألا يأتيه عقاب الله بغتة من غير استعداد فيندم ويتحصر يقول سبحانه قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حصرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ويقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ويقول سبحانه أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ويقول سبحانه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حصرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فما أحوجنا إلى اليقظة وتجنب الغفلة حتى نعمر دنيانا ونستعد للقاء الله يوم القيامة فإنه لا يأتي إلا بغتة يقول سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة اللهم إنا نعوذ بك أن تجعلنا من الغافلين واحفظ يا ربنا مصر وسائر بلاد العالمين ترجمة نانسي قنقر